بخطا متسارعة وقعتت الصفعة من القناة الإسرائيلية الثانية عشرة حين قالت إن واشنطن وافقت على استبعاد إسرائيل والأردن ولبنان من تبعات قيصر وسمحت لتل أبيب بالتصدير الغاز الإسرائيلي للمصري إلى لبنان في خطوة ترى فيها إدارة بايدن سببا لتخلي لبنان عن المساعدات الإيرانية في هذا المجال القناة الإسرائيلية قالت إن عملية التصدير ستبدأ بنقل الغاز الإسرائيلي من حق ليتمار ولفياثان البحريين للأردن قبل أن يتسلمه نظم أسد من الجانب الأردني وينقله إلى لبنان عبر خط الغاز العربي ولأن حقيقة استبعاد مصر واستبدالها بإسرائيل تبدو موجعة لنظام أسد وحكومة ميقاتي سارعت الأخيرة لنفيها عبر بيان لوزارة الطاقة قالت فيه إن الاتفاقية الموقعة بين لبنان ومصر تنص صراحة على أن يكون الغاز مصريا إضافة لكمية مماثلة مصدرها حقول الغاز في مدينة حمص لتشغيل محطة دير عمار في الشمال اللبناني وعلى صعيد آخر لا يبدو أن تساهل إدارة بايدن في استفادة نظام أسد من مشروع الغاز ذاك يلقى إجماعا في الأوساط الأمريكية إذ وجه السيناتور الجمهوري تيد كروز عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تحذيرات قوية للبنان في حال انتهاك العقوبات مشيرا إلى أن الكونغرس لن يسمح لفريق بايدن بإثراء وكلاء إيران لسيما الطغات الدمويون كبشار أسد مراقبون يرون في الإعفاء الأمريكي رسالة سياسية تفتقد الضمانات القانونية وأن أي تغيير في الظروف على الأرض يعني خضوع كل القطاعات المشاركة في المشروع للعقوبات الأمريكية المنصوص عليها في قانون قيصر شكرا